شكرا لك أحمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة عمل محاور جديدة داخل المدن على يتكتافة السكانية في نطاق محافظة قاهر الجيزة جاء ذلك خلال افتتاحه عددا من المشروعات القومية في قطاعي الإسكان والطرق بمدينة السادس من أكتوبر حيث أشار الرئيس السيسي إلى أن تنفيذ بعض الطرق والمحاور داخل المدن يستلزم تنفيذ بعض الإزالات السكانية مشددا على أن آية إزالات تتم للصالح العام يتم تعويض أصحابها وأكد الرئيس السيسي أن اهتمام الدولة بالطرق خلال السنوات الأخيرة جاء لتيسير حركة المواطنين والتجارة مشددا على أن المشروع القومي للطرق تم إنجاز نسبة كبيرة منه في جميع أنحاء الجمهورية بمعدلات غير مسبوقة عكس ما يتردد حول الاهتمام بمحيط القاهرة فقط وإلى الأزمة الأوكرانية حيث قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه تأكد من مقتل 227 مدنيا وإصابة 525 آخرين في أوكرانيا حتى الآن وفي بيان له أوضح المكتب أن معظم الضحايا سقطوا نتيجة استخدام أسلحة متفجرة بما يشمل القصف المدفعي الثقيل وأنظمة الصواريخ متعددة القدائف والضربات الجوية وأضاف أنه يعتقد أن الحصيلة الحقيقية أكبر بكثير خاصة في الأيام الماضية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بسبب تأخر الإبلاغ عن أعداد الضحايا في بعض المناطق التي دار فيها قتال عنيف قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح إدانة روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا يوضح مدى الغضب العالمي من عضوان روسيا المروع على دولة مجاورة ذات سيادة ويظهر اتحادا عالميا غير مسبوق من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن إعلان بوتين أن بلاده وضعت قواتها النووية في حالة تأهب يمثل ذروة عدم المسئولية وأضف بلينكين خلال مؤتمر صحفي أن مثل هذا الخطاب يزيد من مخاطر سوء التقدير ويجب تجنبه أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه سيفتح على الفور تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب محتملة في أوكرانيا بعد تلقيه طلبا بذلك من تسع وثلاثين دولة من الدول الأعضاء بالمحكمة وقال المدعي العام أن الإحالات تسمح لمكتبه المضي قدما وفتح تحقيق حول الوضع في أوكرانيا منذ الحادي والعشرين من نوفمبر في عام 2013 وما بعدها بما يشمل أي مزاعم في الماضي أو الحاضر عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية ارتكبات في أي جزء من أراضي أوكرانيا على يد أي شخص خفضت وكالة فتش للتصنيفات الاعتمانية التصنيف السيادي لروسيا مشيرة إلى أن تصنيف روسيا انخفض من B-B-B إلى B ردا على الأزمة الأوكرانية وقالت أن روسيا وضعت قيد مراقبة تصنيف سلبية مشيرة إلى أن شدة العقوبات الدولية ردا على الهجوم العسكري الروسي لأوكرانيا زادت من المخاطر على الاستقرار المالي الكلي وتمثل صدمة هائلة لأسس الاعتمان في روسيا ويمكن أن تقود استعدادها لخدمة ديون الحكومة يأتي هذا فيما أعلن البنك الدولي وقف جميع البرامج في روسيا وبيلاروسيا بشكل فوري في أعقاب الهجوم الروسي لأوكرانيا وقال البنك التماوي متعدد الأطراف أنه لم يوافق على أي قروض أو استثمارات جديدة في روسيا منذ العام 2014 في أعقاب إعلان موسكو ضم منطقة القرم من أوكرانيا ورياضيا حقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على نظيره فيوتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على استادي القاهرة الدولي ضمن المنافسة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الممتاز بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة الثانية والعشرين في المركز الثالث بعدما خاضت تسع مباريات حقق الفوز في سبع وخسر مبارتين وتعادل في واحدة وسجل لعبوه عشرين هدفا وسكنت شباكه إحدى عشر هدفا فيما تجمد رصيد فريق فيوتشر عند النقطة الخامسة عشر وختاما تأهل فريق ليفربول المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح إلى الدوري ربعي النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على نظيره نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أنفيلد ضمن مواجهات الدوري الخامس من البطولة جاءت تنائية ليفربول بأقدام الدولي الياباني مينا مينو في الدقيقتين السبعة والعشرين والتسعة والثلاثين على الترتيب فيما أحرز هدف نورويتش الوحيد اللاعب لوكس روب في الدقيقة السادسة والسبعين من عمر المباراة نهاية مجز التسعة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل اشتركوا في القناة